السلام عليكم، هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الرياضيات الصف التاسع الجزء الأول الوحدة الأولى الدرس السابع المقادير الكسرية النتجات تتعرف المقادير الكسرية وتبسطها سجادة مستطيلة الشكل مساحتها 3 سين تربيع نائس 5 سين زائد 2 متر مربع طولها 3 سين زائد 1 متر عبر عن عرضها بدلالة سين مساحة السجادة تساوي 3 سين تربيع نائس 5 سين نائس 2 معطيات طول السجادة يساوي 3 سين زائد 1 معطيات أيضا مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض فتكون مساحة السجادة تساوي الطول ضرب العرض 3 سين تربيع نائس 5 سين نائس 2 تساوي 3 سين زائد 1 ضرب العرض إذن العرض تساوي 3 سين تربيع نائس 5 سين نائس 2 على 3 سين زائد 1 قسمة طرفي المعادلة على مقدار 3 سين زائد 1 حيث أن السين لا تساوي سالب 3 لماذا يشترض أن يكون سين لا تساوي سالب 3؟ يسمى المقدار ناتج مقدارا كسريا ويسمى تبسيط المقدار الكسري باتباع الخطوات الآتية واحد نحلل البسط والمقام إلى العوامل الأولية إن أمكن ثانيا نختصر العوامل المشتركة ناتجة في البسط والمقام إن وجدت وبتطبيق هذه الخطوات على المقدار الكسري السابق العرض يساوي 3 سين تربيع نائس 5 سين نائس 2 على 3 سين زائد 1 تساوي بين قوسين 3 سين زائد 1 ضرب بين قوسين سين نائس 2 على 3 سين زائد 1 تحليل البسط إلى عوامله الأولية وتساوي نختصر 3 سين زائد 1 بين البسط والمقام عرض السجادة إذن يساوي سين ناقص 2 متر مثال 1-13 اكتب المقادير الكسرية الآتية بأبسط صورة أولا سين تكعيف زائد 125 على سين تربيع زائد 60 زائد 5 حيث أن السين لا تساوي سالب 5 فاصل السين لا تساوي سالب 1 ثانيا صاد تكعيف زائد 5 صاد تربيع زائد 6 صاد على 2 صاد زائد 6 بحيث أنه صاد لا تساوي سالب 3 ثالثا ميم تربيع زائد 3 ميم ناقص 10 على 3 ميم تربيع زائد 5 ميم ناقص 2 بحيث أنه ميم لا تساوي سالب 2 ميم لا تساوي سالب 3 الحل أولا سين تكعيف زائد 125 على سين تربيع زائد 60 زائد 5 تساوي بين قوسين سين زائد 5 ضرب بين قوسين سين تربيع ناقص 5 صاد زائد 25 على بين قوسين سين زائد 5 ضرب بين قوسين سين زائد 1 تحليل البسط والمقام إلى العوامل الأولية حيث أن سين لا تساوي سالب 5 فاصلة سين لا تساوي سالب 1 اختصار سين زائد 5 حيث سين لا تساوي سالب 5 ولا تساوي سالب 1 الناتج سين تربيع نائز 5 سين زائد 25 على سين زائد 1 ثانيا صاد تكعيب زائد 5 صاد تربيع زائد 6 صاد على 2 صاد زائد 6 إخراج صاد عاملا مشتركا من البسط وإخراج 2 عاملا مشتركا من الوقام تساوي صاد ضرب بين قوسين صاد تربيع زائد 5 صاد زائد 6 على 2 ضرب بين قوسين صاد زائد 3 وتساوي صاد ضرب بين قوسين صاد زائد 3 ضرب بين قوسين صاد زائد 2 على 2 ضرب بين قوسين صاد زائد 3 تحليل البسط والمقام إلى العوامل الأولية حيث صاد لا تساوي سالب 3 وتساوي نختصر صاد زائد 3 حيث صاد لا تساوي سالب 3 صاد ضرب بين قوسين صاد زائد 2 على 2 ثالثاً ميم تربيع زائد 3 ميم ناقص 10 على 3 ميم تربيع زائد 5 ميم ناقص 2 تساوي بين قوسين ميم زائد 5 ضرب بين قوسين ميم ناقص 2 على بين قوسين ميم زائد 2 ضرب بين قوسين 3 ميم ناقص 5 حيث أن ميم لا تساوي سالب 2 ولا تساوي 3 نحلل البسط والمقام إلى العوامل الأولية وهكذا المقام في أبسط صورة فكر لماذا المقدار في الفرع الثالث بأبسط صورة هل يوجد عامل مشترك بين أي عاملين من العوامل الأولية في البسط والمقام؟ وضح إجابتك تدريب 113 اكتب المقادير الكسرية الآتية بأبسط صورة ألف جيم تكعيب ناقص 125 على جيم تربيع ناقص 25 حيث جيم لا تساوي 5 ولا تساوي سالب 5 بأ سين تربيع ناقص 10 سين زائد 25 على 2 سين تربيع ناقص 15 سين زائد 25 حيث أن سين لا تساوي 5 وسين لا تساوي 5 على 2 جيم ألف تكعيب زائد 8 بأ تكعيب على ألف تربيع ناقص 3000 بأ ناقص 10 بأ تربيع حيث أن ألف لا تساوي 5 بأ فاصل ألف لا تساوي سالب 2 بأ تدريب 114 ملعب كرة قدم مستطيل الشكل مساحته بين قوسين 6 سات تربيع زائد 5 سات ناقص 6 مترا مربعا طوله بين قوسين 2 سات زائد 3 متر ما عرضوا الملعب تمارين ومسائل أولا أكتب المقادير الكسرية الآتية بأبسط صورة ألف ميم تربيع ناقص 9 على 15 ناقص ميم حيث ميم لا تساوي 15 بأ سين تربيع زائد 5 سين زائد 4 على سين زائد 4 حيث سين لا تساوي سالب 4 جيب ثلاثة سين تربيع زائد 12 سين ناقص 15 على سين تكعيب ناقص 1 حيث أن سين لا تساوي 1 دال صاد تكعيب زائد 27 على صاد تربيع زائد 9 ها سين أس 4 ناقص 81 على سين تكعيب ناقص 27 حيث أن سين لا تساوي 3 واو بين قوسين 2 سين زائد 1 لكل تربيع ناقص 16 على 2 سين تربيع ناقص 10 ناقص 15 حيث أن سين لا تساوي 3 سين لا تساوي سالب 5 على 2 زين بين قوسين صاد ناقص 2 لكل تربيع ناقص بين قوسين صاد زائد 2 لكل تربيع على 8 صاد حيث أن صاد لا تساوي 0 ها سين تكعيب ناقص 8 على 5 سين ناقص 10 حيث أن سين لا تساوي 2 السؤال الثاني ناتج ضرب مقدارين جبريين سين تربيع ناقص 5 سين ناقص 14 إذا كان أحدهما سين ناقص 7 فما المقدار الآخر حيث سين لا تساوي 7 السؤال الثالث أراد عبد الرحمن أن يوزع مبلغ 10 صاد تربيع ناقص 13 صاد ناقص 3 دينارا بين أبنائه بالتساوي فإذا كان نصيب كل واحد منهم 2 صاد ناقص 3 دينار حيث صاد لا تساوي 3 على 2 فما عدد أبنائه؟ الدرس 1 إلى 8 المعادلة الكسرية النتجات تتعرف المعادلة الكسرية تكون المعادلة الكسرية وتحلها يملك معاذ مزرعة زيتون مستطيلة الشكل مساحتها سين تربيع زائد 7 سين زائد 10 متر مربع طولها سين زائد 5 متر وعرضها 202 متر جد طول المزرع بالأمتار لحل هذه المسألة نقوم بالقطوات الآتية مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض سين تربيع زائد 7 سين زائد 10 تساوي بين قوسين سين زائد 5 ضرب العرض سين تربيع زائد 7 سين زائد 10 تساوي بين قوسين سين زائد 5 ضرب العرض نقسم طرفي المعادلة على سين زائد 5 حيث سين لا تساوي سالب 5 سين تربيع زائد 7 سين زائد 10 على بين قوسين سين زائد 5 يساوي العرض سين تربيع زائد 7 سين زائد 10 على بين قوسين سين زائد 5 يساوي 202 نسمي مثل هذه المعادلة معادلة كسرية وحلها يعني إيجاد قيم متغير التي تجعلها عبارة صحيحة وذلك عن طريق تبسيط المقادير الكسرية وتحويلها إلى معادلة مكافئة وحلها ولحل المعادلة السابقة سين تربيع زائد 7 سين زائد 10 على بين قوسين سين زائد 5 تساوي 202 تحليل البسط إلى عوامله الأولية بين قوسين سين زائد 5 ضرب بين قوسين سين زائد 2 على سين زائد 5 يساوي 202 اختصار العوامل المشتركة بين البسط والمقام ينتج سين زائد 2 تساوي 202 نطرح 2 من طرفي المعادلة بين قوسين سين زائد 2 ناقص 2 تساوي 202 ناقص 2 إذن سين تساوي 200 متر فيكون طول المزرعة يساوي سين زائد 5 وتساوي 200 زائد 5 200 وخمسة متر مثال 1-14 حل المعادلة الكسرية الآتية 5 سين تربيع ناقص 40 ناقص 1 على سين ناقص 1 تساوي 16 حيث سين لا تساوي 1 بين قوسين سين ناقص 1 ضرب بين قوسين خمسة سين زائد 1 على سين ناقص 1 تساوي 16 تحليل البسط إلى عوامله الأولية نختصر الناتج بين قوسين خمسة سين زائد 1 يساوي 16 نطرح 1 من طرفي المعادلة خمسة سين تساوي 15 نقسم طرفي المعادلة على خمسة سين تساوي 3 إذن مجموعة الحل 3 تدريب 1-15 حل المعادلة الكسرية الآتية 3 سات تربيع زائد 5 ساد ناقص 2 على ساد زائد 2 تساوي 14 حيث ساد لا تساوي سالب 2 مثال 1-15 حل المعادلة الكسرية الآتية سين تربيع زائد سين ناقص 2 على سين تربيع زائد 4 سين ناقص 5 تساوي سالب 2 حيث سين لا تساوي 1 ولا تساوي سالب 5 الحل نحلل المعادلة بين قوسين سين ناقص 1 ضرب سين زائد 2 على سين ناقص 1 ضرب بين قوسين سين زائد 5 تساوي سالب 2 نختصر سين زائد 2 على سين زائد 5 تساوي سالب 2 نضرب كل طرف بي بين قوسين سين زائد خمسة ونختصر إذن النتيجة سين زائد تنين تساوي سالب تنين ضرب بين قوسين سين زائد خمسة نبسط سين زائد تنين يساوي سالب تنين سين ناقص عشرة سين زائد تنين سين تساوي سالب عشرة ناقص تنين ثلاثة سين تساوي سالب اثناش سين تساوي سالب اربعة إذن مجموعة الحل سالب اربعة تمارين ومسائل السؤال الأول حل كل معادلة من المعادلات الكسرية الآتية ألف 2 سين نائس 6 على سين نائس 1 تساوي 3 حيث أن السين لا تساوي 1 ب سين تربيع زائد 3 السين نائس 10 على 2 سين نائس 4 تساوي 6 حيث أن السين لا تساوي 2 جيم سين تكعيب نائس 1 على 3 سين تربيع زائد 3 السين زائد 3 تساوي 5 دال 10 صاد تربيع نائس 7 صاد زائد 1 على 2 صاد نائس 1 تساوي نائس 4 حيث أن صاد لا تساوي نص سين تربيع زائد 2 سين نائس 3 على 2 سين تربيع نائس 3 السين زائد 1 تساوي 1 حيث أن سين لا تساوي 1 وسين لا تساوي نص والثلاثة با تربيع نائس با نائس 4 على با تربيع نائس 1 تساوي 2 حيث با لا تساوي سالب 1 وبا لا تساوي 1 السؤال الثاني لدى تاجر 6 جيم تربيع زائد 7 جيم زائد 2 لتر من الزيت وضعها فيه 3 جيم زائد 2 وعاء لها السعة نفسها إذا كانت سعة الوعاء الواحد 11 لتر ألف ما قيمة جيم با ما عدد الأوعية ثالثا تصدق حامد بمبلغ 5 سين تربيع نائس 14 سين نائس 3 دينار حيث قسم المبلغ على سين ناقص 3 من الفقراء بالتساوي فكان نصيب الواحد منهم 51 دينار ألف ما قيمة سين با ما المبلغ الذي تصدق به حامد مراجعة صفحة 44 السؤال الأول حل المقادير الجبرية الآتية إلى العوامل الأولية ألف ثلاثة سين زائد 12 با سين تربيع نائس 100 جيم ناش عين تربيع نائس 75 دال 27 سين تكعيب نائس 1 ها 81 ألف تكعيب زائد 24 واو صاد تربيع نائس 7 صاد زائد 6 زين 3 عين تربيع نائس 10 عين نائس 25 ها 3 سين أس أربعة نائس 3 السين على 27 السؤال الثاني أكتب المقادير الكسرية الآتية بأبسط صورة ألف سين تربيع زائد أربعة سين على سين زائد أربعة سين لا تساوي سالب أربعة با سين تربيع نائس 25 على 2 سين نائس 10 سين لا تساوي 5 جيم صاد تربيع زائد 2 صاد ناقص 3 على صاد تربيع نائس 9 صاد لا تنتمي إلى المجموعة سالب 3 فاصلة 3 دال عين تربيع نائس 8 عين زائد 16 على عين تكعيب نائس 64 عين لا تساوي أربعة ها 2 سين تربيع زائد خمسة سين نائس 33 على 3 سين تكعيب نائس خمسة سين تربيع نائس 12 سين لا تنتمي إلى المجموعة 0.3.4 واو سين تكعيب زائد 125 على عشرة ناقص 2 سين سين لا تساوي خمسة السؤال الثالث حل المعادلة الكسرية الآتية ألف سين تربيع نائس 4 سين على سين نائس 4 تساوي 5 حيث سين لا تساوي أربعة با سين تربيع نائس 36 على 2 سين زائد 12 تساوي سالب 3 حيث سين لا تساوي سالب 6 جيم 2 ساد زائد 3 على ساد نائس 9 يساوي 1 حيث ساد لا تساوي 9 دال خمسة سين تربيع نائس 2 سين نائس 7 على سين تربيع نائس سين نائس 2 يساوي 3 حيث سين لا تنتمي إلى المجموعة سالب 1 تنين السؤال الرابع جد العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر للمقادير الجبرية فيما يأتي ألف 2 سين تربيع نائس 50 فاصلة سين تربيع نائس 2 سين نائس 15 با صاد تكعيب نائس 1 فاصلة 3 صاد تربيع نائس 3 فاصلة صاد تربيع زائد 4 صاد نائس 5 جيم 2 عين تربيع نائس 5 عين نائس 12 فاصلة 3 عين نائس 12 دال با زائد 3 فاصلة با تربيع ناقص 4 با زائد 3 فاصلة 2 با اختبار ذاتي 1. حلل المقادير الجبرية الآتية إلى عواملها 1. خمسة سين تكعيب زائد خمسة سين تربيع 2. با 25 ناقص 4 على 9 با تربيع فاصلة با لا تساوي 0 2. سين تربيع زائد 14 سين زائد 49 3. عين تكعيب ناقص 8 لام تكعيب 2. 27 بالألف زائد ألف سين تكعيب 3. سين تربيع زائد خمسة سين ناقص 14 3. عين تربيع ناقص 7 عين ناقص 40 3. سين قص خمسة زائد 3 سين تربيع على 64 السؤال الثاني اكتب المقادير الكسرية الآتية بأبسط صورة 1. سين تربيع ناقص 7 سين على سين سين لا تساوي 0 2. صاد تربيع ناقص 144 على 2 صاد زائد 24 صاد لا تساوي 12 جيم عين تربيع ناقص 2 عين ناقص 35 على عين تربيع ناقص 49 عين لا تنتمي إلى المجموعة سالب 7.7 دال ميم تربيع ناقص 12 ميم زائد 36 على ميم تكعيب ناقص 216 ميم لا تساوي 6 4. سين تربيع زائد 5 سين ناقص 9 على 5 سين تكعيب ناقص 6 سين تربيع زائد سين حيث أن سين لا تنتمي إلى المجموعة 0.1.5 السؤال الثالث حل المعادلات الكسرية الآتية ألف سين تربيع زائد 5 سين على سين زائد 5 تساوي سالب 8 حيث أن سين لا تساوي سالب 5 با سين زائد 7 على سين تربيع ناقص 49 تساوي سالب 3 حيث سين لا تنتمي إلى المجموعة سالب 7.7 جيم 5 كاف زائد 3 على كاف ناقص 1 يساوي 3 حيث كاف لا تساوي 1 دال 1 ناقص سين تربيع على 5 سين تربيع زائد 2 سين ناقص 7 يساوي 3 حيث سين لا تنتمي إلى المجموعة 1.7 على 5 رابعا جدي العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر للمقادير الآتية ألف ثلاثة سين تربيع ناقص 12 فاصلة سين تربيع زائد 3 سين ناقص 10 با تمانية صات تكعيب ناقص 1 فاصلة 12 صات تربيع ناقص 3 فاصلة 4 صات تربيع ناقص 4 صات زائد 1 جيم 3 ميم تربيع ناقص 5 ميم ناقص 8 فاصلة 3 ميم زائد 3 السؤال الخامس قطع همام مسافة 6 فا تربيع زائد 17 فا زائد 5 مترا فيه 3 فا زائد 1 ثانية إذا كانت سرعة ثابتة وتساوي 7 أمتار في الثانية فجد ألف قيمة فا با المسافة التي قطعها همام بالأمتار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة